سينمايا يتنافس الفيلمان روايان الطويلان الجزيريان باحكوغ لفاطمة الزهراز عموم وفيلم أبو ليلة لامين سيدي بومديان على جوائز الدور الرأو حادي والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي بمصر وللعلم فإن الفيلمين عرضا بالجزائر في مهرجان الجزائر الدولي للسينما وأما فيلم باحكوغ هو إنتاج جزائري فرنسي تناول في 90 دقيقة ووضع الشباب والنساء في المجتمع الجزيري من خلال حفل الزفاف أما فيلم أبو ليلة فهو بإنتاج جزائري فرنسي قطري وتطرق لسنوات الإرهاب في التسعينيات كل هذا في 140 دقيقة